طبعاً أنا يعني ماذا أقول بعد كل ما قيل أنا بشكر دكتور ماجد القاضي الجامعة الكندية طبعاً دكتور ممدوح، دكتور ماجد الحلواني، دكتور عمال غزاوي لإتاحة هذه الفرصة وهذا المنتدى الحقيقة بيدي أمل كبير إنه فعلاً نواجه يعني جزء منه النقاش والحوار بيولد طول الوقت أفكار يعني صحيح إنه يعني إحنا من سنة تسعين أو من قبل تسعين كان طول الوقت المؤتمرات والمنتديات ومعارض الكتاب كانت بتخصص محاور دائماً للإعلام والثقافة في عالم وتغير على أساس إنه بدايات التحول الكبيرة في التكنولوجيا عموماً يعني أتصور إنه فيه ثلاث حاجات بيتغيرهم الحروب في العالم السلاح والدواء والإعلام وكلها هما مرتبط بالتكنولوجيا وزي ما أشار مهندس حسام الحقيقة لفكرة الزكاة الاصطناعية والمخاوف كل حرب يعني الحرب العالمية الأولى والتانية كانوا الإزاعة الحرب البردة كانت تلفزيون الأرضي غازو حرب الخليجي التانية كان سي إن إن وظهور الفضائيات بعد كده ثم غازو العراق كان الإنترنت والسوشال ميديا ثم الزكاة الاصطناعية فيه الموبايلات الزكية وغيره فالحقيقة إنه ما بقاش دلوقتي يعني التحديات الحقيقية دلوقتي إنه مش بس إنتاج المحتوى لا التحكم في هذا المحتوى إنه النهاردة أصبح استخدام الزكاة الاصطناعي فيه خوارزميات فيسبوك أو جوجل أو غيره بيفرض على الناس إنها اللي تشوفوا واللي ما تشوفوش وشفناها في حرب غزة ثم حرب روسيا وأوكرانيا الحقيقة كان هذا التحول واضح إغلاق مواقع اتهامات متبادلة منع كثير من الفيديوهات أو المواد على المواقع على ميتا أو غيره لأنه بيستخدم نوع معين من الألفاظ وده طبعا توظيف كبير جدا للتكنولوجيا التحديات طبعا الأساسة قالوا يعني كثير من التحديات فكرة إنه التغيير السريع إنه العالم لحد الحرب العالمية التانية تغير بطريقة من الحرب العالمية التانية إلى الآن بيقفز قفزات تضاعف من عجز الإنسان عن إنه يقدر يواكد ده لكن يقدر من خلال الأبحاث ومن خلال التكنولوجيا الصحافة بقدر ما التكنولوجيا أو مواقع التواصل بتنافس المواقع إلا إنه الصحافة استفادت بطريقة أو بأخرى من هذه التقنيات والتكنولوجيا في السرعة وفي البس وفي المواقع الإلكترونية وكمان في تحويل الأفراد إلى إنهم يكونوا قادرين على إنتاج المحتوى لم يعود التحدي الأساسي في الإعلام هو إنتاج المحتوى فقط ولكن أتصور إنه الديليفري أو توصيل هذا المحتوى إلى المواطن وأتصور إنه الإعلام المصري يمكن على مدى السنوات الأخيرة ومش عشان أنا بنتمي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لكن الحقيقة فكرة إنه يبقى في أحلام زي لازم يبقى عندك وصائقيات لازم قناة وصائقية يبقى عندك قناة تقدر تخاطب العرب وتخاطب العالم الإعلام المصري طول عمره كان بيقوم بدول لكن الحقيقة إنه خد فترة التحول الكبيرة مع السوشيال ميديا يحتاج إنه هو ينتقل إلى إنه يوصل لهذه المنصات لأنه نهاردة الأمر مش بس إنتاج المحتوى لكن التحكم في الوعي يمكن كان جورجي أوريل في 1984 بيحتاج الأخ الأكبر عشان يرائب المواطنين إنه يحطوا كاميرات كتيرة وأسلاك ويقعدوا في حتة النهاردة الأخ الأكبر في جيب كل واحد فينا بيعرف مزاجه بيعرف أكله بشربه التحكم في حجم المحتوى اللي بيشوفه على مواقع التواصل أو غيره ولا أحد يستطيع أن ينكر أن مواقع التواصل بتمثل تحدي حقيقي للإعلام الإعلام الإلكتروني أو الإعلام الحديث أصبح يسمى الإعلام التقليدي لأنه إعلام الأفراد أو هذه المؤسسات التي تستخدم وتوظف الذكاء الإصطناعي بتنتج الحقيقة بتشجع المحتوى الأقل درجة المحتوى الأكثر سطحية يعني برامج مع احترام برامج الطبخ مثلا أو فيديوهات على يوتيوب مسيطرة أكتر من أي شيئتان التيك توك وعارفين انتاج هذا المحتوى إلى أي مدى يستطيع الإعلام أن يناقش أو ينتج هذا المحتوى القادر على الصمود والوصول إلى المستهلك أعتقد أنه الأهم هنا هو الديليفري بتاع المنتج الإعلامي في زمن منصات أو غيره بالإضافة إلى التحكم في إنتاج مواد مش هنقول بتتحكم في الوعي أو بتزيف الوعي أصبح الأمر الآن فيما يتعلق بالحرب في كورانيا أو الحرب على غزة أصبح فكرة الحياد الإعلامي أو حتى الموضوعية الإعلامية غائبة تماما وبالتالي أصبح على كل حد أن يكون عنده المحتوى بتاعه والقدرة على توصيل هذا المحتوى إلى المستهلك أو إلى المواطن اللي هو النهاردة بيتعرض له هجوم شديد جدا ومحاولات مختلفة له الكذب والتزييف ومعلومات مغلوطة المعلومة الصحيحة بياخد جزء منها ثم يستخدم التدخلات والقص واللص وحتى النهاردة أصبح في كثير من الفيديوهات بيبقى مشكوك فيها زكاة معمولة بزكاة الاصطناعي ولا هي طبيعية في الأشخاص والنجوم هل هو اللي أنتجه فعلاً ولا هو موجود وبالتالي فأتصور أن التحدي الأكبر بالنسبة للإعلام هو ليس فقط إنتاج المحتوى لكن وجود منصات والوصول إلى كل مكان وكل ركن في هذا العالم المتسع وتوظيف بالتأكيد إذا كان الاصطناعي زي كثير من التكنولوجيا اللي بتفيد وطبيعي التكنولوجيا الحديثة دائماً زي ما احنا بنستخدمها هي بتستخدمنا في نفس الطريق وبالتالي فالأهم هنا هو مش بس كيف ننتج المحتوى المحتوى طبعاً يظل هو الأساس ويظل هو الضروري لكن كمان توصيل هذا المحتوى وعبور كل هذه الحواجز وكل هذه الخوارزميات اللي بالتأكيد بتستخدم وبتقدر تتحكم بشكل رئيسي في حجم المحتوى وده كان ظهر جداً في الحرب على غزة اللي كانت كاشفة لأنه حتى السوشيال ميديا لا تمتلك حياداً ويمكن في الحرب بين روسيا وأوكرانيا كان ده واضح جداً وفي الانتخابات الأمريكية كان واضح جداً هذا التوظيف وبالتالي فلم يعود الإعلام فقط إنتاج المحتوى لكن توصيل هذا المحتوى إلى كل مكان يمكن الوصول إليه مع كمان امتلاك منصات تكون قادرة إحنا اللي نكون بنتحكم فيها لأنه في الغالب كل الخوادم وكل المواد تقريباً مش موجودة عندنا وبالتالي فالتحكم فيها أو في تنظيمها وإنتاجها وتوزيعها هيبقى صعب فهو المنتج النهاردة اللي أتصور أنه كليات الإعلام أو الكليات المختلفة أو التطور اللي بنشوفه في مشروعات تخرج أو في الفيديو بيدي فرص كتيرة لأنه يبقى فيه منتج فردي أو قدرة على إنتاج مواد فردية ومواد قادرة على الوصول إلى مستهلك معين أو عبور هذه الحوادث لكن كمان بيفضل التطور التكنولوجي والتدريب والقدرة على التعامل مع هذه التكنولوجيا اللي بالتأكيد بتتغير زي ما بيتغير السلاح وزي ما بيتغير الدواء وزي ما بيتغير طبعاً الإعلام اللي طول الوقت هو جزء من هذه الحروب وأظن أنه مش بس إعلام في الإخبار أو توصيل المعلومات لكن من زحام المعلومات والقدرة على فرزها وتوصيلها وهو ده التحدي الرئيسي في رأيي للإعلام الحديث اللي هيقدر بالتأكيد يعبره زي ما عبر حاجات كتيرة من يم الإزاعة والصحافة المطبوعة وصولاً إلى السوشيال ميديا أو المنصات أو الإعلام الإلكتروني والمنصات اللي موجودة النهاردة على السوشيال ميديا وواصلة من قنوات حقيقية سواء للشركة المتحدة أو للتلفزيون المصري أو غيره فالتوصيل أصبح هو الأهم فيما يتعلق بالعملية الإعلامية شكراً جزيلاً ليكم